هو انا بس عايز اهمس اهمس في اذن الراجل المحترم محافظ اد اهلية طيب ايه الهمسة؟ طبعا احنا عارفين فيه عندنا كده عشان تروح اد اهلية مثلا من القاهرة فانت بتاخد طريق بانها الحر وبعدين بتطلع على بانها ميت غمر تحديدا يبقى على ايدك اليمين الرياح التوفيقي ومحدش يسألني عرفت منين الرياح التوفيقي انا كنت شطر في الجغرافية شطر في الجغرافية علشان كان عندي مدرسة جغرافية عظيمة اسمها ميسيس جوزفين وشطر في التاريخ علشان كان عندي مدرس تاريخ عظيم اسمه مسترعوض فرج فانوس فكر اسمه حتى هذه اللحظة لانه حببني جدا في التاريخ فاصبحت مهووس بالتاريخ المهم يعني الجغرافية بالمناسبة معناها برضو انك انت تبقى فيهم خريطة مصر الادارية وتبقى عارف الحاجات اللي فيها يعني كتير يبقى نقعد في القوضة كده اللي بنجتمع فيها انا وزميلي طول الوقت تقعد اسألهم حاجات متعلقة بخريطة مصر الادارية مهم انت بقى واخد طريق خد بالك طريق ميت بنها ميت غمر عشان توصل مثلا للمنصورة تخش يعني على الدقالية واول ما هتعدي بوابات الدقالية ففي كل الاحوال بيبقى فيها على ايدك اليمين الرياح التوفيق اللي هيروح هناك هيلائي الطريق بقى حاجة تانية خلص عن زمان يعني وهيلائي فيه محاور جديدة وكباري جديدة وحاجة يعني تساهل لك جدا الوصول طب ايه الهمسة؟ الهمسة فاندم هي التعديات على الاراضي الزراعية حتى هذه اللحظة انا مقدرش اقول انها حاجات جديدة ولا قديمة انا معرفش انا راجل لا يفتي بما لا يعرف على الاطلاق على الاطلاق ما اعرفه هو انه فيه بنا موجود على الارض الزراعية تلاقي في وسط الزراعة طلع لي مبنى طوب احمر وعواميد خرصانة وبالمناسبة المبنى مش ساكن ومش مأهول بالسكان ده فاضي حلو طيب زيه كتير اوي انه ليس مبنى ولا اثنان ولا ثلاث ولا اربعة ولا خمسة في علبة واحدة انا بتكلم على عشرات المباني طيب فين يا عم يوسف تاني عد انت بس بوابة الده اهلية من هنا الرياح التوفيقي على ايدك اليمين شوف بقى يمينك وش مالك يمينك وش مالك ادي واحد اتنين سيدي المحافظ ادي اهلية عايزة بدل النظرة خمس ست نظرات احنا عملنا المنصورة الجديدة وده شيء عظيم المنصورة بتاعتنا بقى اللي جوه عايزة ايه يوه 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 فدي همسة مش همسة عتاب لكن همسة بتاعة راجل شغلته انه يشاور على الامور عشان نلاقلها حل شغلته بصفات ايه حلو بس انا هنا واقف ايه مزيع فانا اهمس كراجل بيشتغل مزيع صحفي تلفزيوني اللي انا شفته يحتاج انه المحافظ بنفسه يطل على الناس دي طالة يبص بصة ويشوف ويراجع هذه الامور هذه الامور يا ترى هي دخلة جوه قانون التصالح ولا براه تستوجب الازالة ولا هتخش مصالحة ولو تستوجب الازالة ما تزالتش ليه وهل هي جديدة ولا من على قديمه نلحق منفعش بقى قاعد عمال بوجه جانب ليس باليسير من موارد دولتنا علشان نوسع الرقعة الزراعية والرئيس يحذر من تضاءل الرقعة الزراعية في دلتانا القديمة فاحنا نترك هذه البقعة تتضاءل شيئا فشيئا روايدا روايدا حتى تنتهي ما ينفعش تاني ما ينفعش علش ست المحافظ ان الرجل ده عارفه وقابلته وعارف انه رجل محترم وبتاع الشغل فانا علشان واثق في انه بتاع شغل واثق في نشاطه واثق فيه كمان انه هو ينتمي لنفس الفئة العمرية التي ننتمي اليها ففيه حالة من النشاط والديناميكية ولسه الصحة الحمد لله ربنا يديمه عليها يديمها عليه يعني يقدر ينزل ويبص بنفسه لازم انزل شوف يعني المنظر ما يصرش بس انا عايزك تشوف والتراجع بعد اذنك وشكرا مقدمة